بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم يا شباب عاملين إيه؟ أتمنى لرب تكونوا بخير في فيديو النهاردة نتعلم مع بعض إزاي نقدر نعمل إخفاء أو تقييد لأي محادثة موجودة على المسينجر وهقول لك برضو إزاي تقدر تلغي إخفاءها وتقييدها بحيث ترجع كل حاجة على طبيعتها طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ويلا بينا أول حاجة نعملها هندخل على تطبيق المسينجر بعد كده هنيجي على أي محادثة وليكن مثلا المحادثة دي هنبدأ نضغط عليها ضغطة طويلة مع بعض بعد كده هنبدأ نختار من هنا كلمة تقييد لو ضغطت كلمة تقييد كده المحادثة اللي أنا عملت لها تقييد كده اختفت طيب ازاي يقدر نوصل لها هنضغط على الثلاث شرطات اللي موجودة فوق اليمين وبعد هنا هنضغط على ترسل اعدادات وبعد هنا هنبدأ ننزل تحت شوية وبعد هنا هنضغط على الخصوصية والسلامة بعد كده هنضغط على كلمة الحسابات المقيدة في الصفحة دي هنبدأ نلاقي هنا كل الأشخاص المقيدين وهنا لو بعدوا لنا أي رسالة أو اتصلوا بينا مش هيوصل لنا منهم أي حاجة خالص ولو انت عاوز تضيف أي شخص وانت موجود جواه قيمة هتبدأ تضغط على علامة الزائد اللي موجودة هنا وهيبدأ يجيب لك كل الأصدقاء اللي تقدر تضيفهم هنا في الحسابات المقيدة بحيث ما يوصلكش منهم أي رسال خالص ولو حابب تلغي تقييد أي محادسة من المحادسات اللي هتكون موجودة هنا والليكم مثلا المحادسة دي هنضغط عليها كده مع بعض بعد كده هنبدأ نضغط على كلمة إلغاء التقييد من تحت هنا هنا بيقول لنا خلاص تم إلغاء التقييد ودلوقتي قدر توصل معها بشكل طبيعي واستلم منه رسائل وكل حاجة بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى تكون استفدتم بفيديو النهاردة ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات وإن شاء الله أرض عليكم على طول واشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد مع السلام